الوقت هو اللاعب الأساسي الذي يحسم علاج السكتة الدماغية المرض الطارئ والمفاجئ الذي يستغرق ربما سنوات للشفاء فالسكتة الدماغية لا تهدد كبار السن فقط إنما باتت الآن أحد أهم الأسباب لارتفاع نسبة الوفيات بين الرجال والنساء إضافة للسرطان وأمراض القلب والرئة في الإمارات العربية المتحدة وحسب آخر الإحصائيات يصل معدل الإصابة بالجلطة الدماغية لنحو 250 شخصا لكل 100 ألف رقم كبير حسب الأطباء مقارنة مع أوروبا التي تقل فيها نسبة الإصابة إلى 150 شخصا وتحدث السكتة الدماغية عندما تعاني أنسجة المخ من نقص في الترويات الدم أو الأكسجين وربما تحدث بسبب تفجر وعاء دموي صغير جدا في المخ اليوم يسعى فريق باحثين إلى تطوير علاجات حديثة لتفادي التعرض للسكتة الدماغية ومنها طريقة العلاج بالأكسجين المضغوط الذي يقوم على عملية استنشاق أكسجين بنسبة 100% من خلال غرفة ضغط مخصصة لهذا الغرض وتقوم العملية على إذابة الأكسجين في الدم أكثر من مرة عن طريق الاستنشاق العادي وبالتالي يصل هذا الأكسجين إلى خلايا الجسم ويزيد من تروية المخ والدماغ ورغم أن العلاج بالأكسجين يعتبر قديما نوعا ما إذ استخدم لعلاج الغواصين الذين تأثروا بحوادث معينة أثناء غوصهم في الأعماق إلا أن هذه الطريقة تم تطويرها وباتت تعد أسلوبا علاجيا جديدا لمجموعة من الأمراض تشمل الشلل الدماغي ومرض التوحد والأرق والزهايمر ينضم إلينا من دبي استشارة أمراض القلب الدكتور محمد العاصمي صباح الخير دكتور محمد بدنا نسمع تعبير السكتة الدماغية والجلطة الدماغية هل هما عبارة عن حالة واحدة دكتور صحيح أن نفس الحالة تستخدم بالطريقتين وتعبر عن عدم وصول الأكسجين إلى الدماغ عدم وصول يصير فيه اضطراب بالأوعية الدموية التي تنقل الدم إلى الدماغ طبعا الطراب يكون بشكلين مختلفين واحد انسداد الشرعين التي تغزي الدماغ يصير عبارة عن خثرة صغيرة تنطرق من القلب أو من الشرعين السباتية الموجودة في الدماغ وتؤدي إلى انغلاق الأوعية طبعا هذا معظم الحالات تشكل هذه الحالة 87% تقريبا من الحالات في الشكل الآخر هو النزف حدوث الطراب ولكن بشكل نزف إذ ينفجر وعاء صغير ضمن الدماغ ويؤدي بالتالي إلى الطراب وصول الدم إلى المناطق التي يجب أن يصل إليها وأيضا تتشكل كتلة من الدم المتجمع يضغط أيضا على الدماغ فالحالتين مختلفتين طبعا الأسباب في الحالة النزف بتكون عادة أسباب الشخص عم ياخد مميعات زيادة أو الضغط أهم شيء هو ارتفاع الضغط الشرياني بشكل يعني إلى قراءات عالية ومن هنا تأتي أهمية السيطرة على الضغط الشرياني وأحيانا قليلا بيكون فيه تشوهات ولادية أم دم دماغية أو تشكل وصل شرياني وريدي ضمن الدماغ هذه الشغلات عادة تحدث في الصغر في السن أما الشكل الأكبر والأشياء في حدوث السكت الدماغية أو الجلطة الدماغية فهو حدوث خثرة أو جلطة عادة تنطلق من القلب أو كما تكلمنا من الشرائن السوباتية طبعا المساهم الأكبر بالنسبة للجلطة هو وجود ارتفاع في الضغط الشرياني ارتفاع كوليسترول الدم مرضى السكري يعني نمط الحياة البطيئة أو الكسول تساهم هذه العوامل جميعا في إحداث مرض في الشريان وتشكل جلطة طبعا هناك أمراض ثانية مثل يعني الأكسجين كيف يساعد على التخلص من هذه المشكلة لأنه فعلا تصلب الشريان كما ذكرت حضرتك الضغط هذه كلها هي تسبب مشكلة لكن عادة كنا نسمع أن الحل يكون جراحي الأكسجين هل هو فعال فعلا في حل هذه المشكلة؟ الأكسجين هو معالجة قديمة جديدة تفيد بعد حدوث الإصابة يعني بعد ما تتم الجلطة الدماغية ممكن تتحسن لما نوفر أكسجين عالي أو أكسجين زائد للخلايا الدماغية التي أصيبت ممكن وجد بعض الباحثين يعني لا يزال موضوع بحثي في الوقت الراهن وجد أنه ممكن يحسن من وظيفة الخلايا الدماغية التي أصيبت هذا طبعا وجد مثل ما ذكرته بالتقرير أنه كانوا على الغواصين أو على الناس اللي كان يصير عندهم تسمم بغاز الكربون أو أكسج الكربون لما كانت الناس تستعمل للتدفئة المدفئة القديمة أو الصوبية فكان أحيانا يصير تسمم فكانوا يستفادوا هذول الناس من الأكسجين لفترة الأكسجين المضغوط وبكمية عليه الآن طورت الطريقة وهناك أبحاث تجري على استعمال الأكسجين وجد أن بعض الناس يمكن يستفادوا من الأكسجين العالي في الطريقة أما الطرق التي لا تزال طبعا عليها إثبات ومستقرة ومستمرة هي طبعا إما لما يجي المريض بشكل مباشر وحاد لازم المريض أول ما يشعر بالأعراض ينتقل فورا إلى المشفى والمشفى يتعامل بسرعة يعني ممكن تنعطى مادة تذيب الخثرة التي حصلت ولكن يجب أن يحضر المريض خلال ثلاث ساعات من بدء حدوث الأعراض دكتور محمد تتحدث عن الأعراض دعنا أستاذ أو دكتور محمد نتوقف قليلا أعراض السكتة الدماغية كيف يمكن للشخص أن يعرف بأنه ربما يتعرض الآن لسكتة دماغية طيب هذا أمر مهم جدا يجب أن ينتبه الإنسان عندما يحدث أي من الأعراض التالية يعني حدوث ضعف مفاجئ في الوجه أو الطرف يعني الإيد العليا أو القدم بجهة معينة سواء كان بجميع الجهة أو بمكان معين من هذه الأشياء حدوث ضعف مفاجئ أو خدر أو نمل فرضا حدوث اضطراب مفاجئ في الرؤية بعين واحدة أو بالعين التنتين عدم القدرة المفاجئة على المشي بصير المريض عم يتعسر بالمشي عدم توازن المشي صداع شديد غير مفسر فهذه الأشياء يجب أن تثير شك الشخص ويجب عليه أن يراجع أقرب منطقة طبية لتحديد ما إذا كانت هناك جلطة في طول الحدوث فهذه الأعراض يجب أن تنبه الشخص إلى أنه يمكن أن يكون عندها الشخص لا يلازم روح طب كيف يتم الكشف عنها دكتور طبيا هل بالمعاينة الفيزيائية فقط ولا منحتاج إلى تصوير طبعا أول شيء الطبيب يعمل الفحص من لاقي وجود ضعف بالقوة العضلية ضعف بالحس عند الشخص اثنين يجرى سي تي طبقي محوري صورة الطبقي المحوري تفرق بينما إذا كان هناك نزف أو خسرة تعطينا ما بتقدر تشوف الخسرة الخسرة تحتاج إلى يومين أو ثلاثة تظهر المنطقة اللي صار فيها جلطة بالدماغ ولكن نزف ممكن نشوفه مباشرة فمنفرق بيننا أي نوع من الجلطة عم نتعامل معه وإذا كان الموضوع هو موضوع الخسرة نلجأ مثل ما حكينا إلى إعطاء المواد الحاقنة أو نسحب هذه الخسرة بواسطة أجهزة خاصة فيجرى تصوير الطبقي المحوري بشكل مباشر ويستطيع حددنا بالإضافة للأعراض السريرية طبعا دكتور محمد يقال بأن الوقت يلعب دور حاسم في إنقاذ المريض ربما لمن يتعرض لجلطة أو سكتة دماغية في بعض الأحيان المريض قد لا يدري أو لا يستوعب بأنه يتعرض للسكتة دماغية بالتالي ما الذي يمكن ربما للأشخاص المتواجدين من حوله أن يفعلوا إلى أن تصل ربما الإسعافات كيف يمكن إنقاذ الشخص طبعا الإدراك المبكر والنقل مثل ما تكلمنا أنه الشخص لما يروح بمرحلة مبكرة ممكن أعطاءه الدواء ممكن إجراء سحب الخثرة أو إذابة الخثرة بأعطاء دواء بس يتأخر للأسف كثير منها ما يتأخر لذلك يأتي ربما لا نستطيع أن نعمل للمريض أي شيء بشكل مباشر لأنه ما منستطيع أن نعطيه لنفترض مميع أسبرين لأنه المريض يمكن يكون عم ينزف ما منعرف بالحالة المبدئية أنه المريض هل هو عم ينزف أو هناك خثرة لذلك تهدئت المريض جلاسه وتهدئته إذا ما تصل الإسعاف والوصول إلى أقرب منطقة طبية هو أهم شيء يمكن تقديمه أو الشيء الأكيد الذي يمكن تقديمه المريض يمكن يفيد المريض هو الوقت طيب دكتور باختصار وأخيرا هناك أيضا نسمع عن موضوع البالون الشرياني في الدماغ هل أيضا الأكسجين يفيد في معالجة هذه الحالات باختصار لسماحك طبعا موضوع الدماغ في عندي موضوعين عفوا ممكن تعد لي السؤال البالون الشرياني البالون الشرياني أولا أن يرزم الآن يرزم تماما أم الدم مثل ما حكينا هناك أم دم وهو توسع بالوني يعني الكلام أنه الجدار بتتوسع أم الدم هو شريع معين بمنطقة معينة بيكون ضعيف فبتتوسع بيصير بشكل بالون الآن طبعا هذا ممكن ينزف لأنه بيصير الجدار رقيق جدا مثل جدار بالون العادي فممكن يفجر بأي لحظة وينزف التوسع هذا ممكن يتم الآن إدخال قصاطر صغيرة ورفيعة إلى المكان طبعا بيستدلال الأشعة يعني بمساعدة الجلسة الأشعة ممكن ندخل إلى المكان ويزرع ضمن المكان كويلات أو قطع معدنية صغيرة تغلق هذا المكان فممكن الآن إغلاقه عن طريق القصطرة بواسطة استعمال كويلات معينة أو قطع صناعية صغيرة ممكن تغلق هذا المكان الدكتور محمد العاصمي استشاري أمراض القلب تحدث إلينا من دبي شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر